تجارة وصناعة البحرين تجارة وصناعة البحرين وخلال اللقاء أثناء سموه على الدور الهام والحيوي الذي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشان التجاري والاقتصادي عبر تاريخها العريقة ودع سموه القطاع الخاص إلى دعم التوجه الحكومي في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الدول والترويج للبحرين كبيئة مثالية حاضنة للاستثمار وتطرق سموه مع الحضور إلى جملة من الموضوعات ذات الصلاة بالشان المحلي حيث أكد سموه بأن النسيج البحريني المتماسك يبعث على الفخر والاعتزاز فقد ضرب مجتمعنا أروع المثل عبر التاريخ في جعل تلاوين المجتمع الفكرية والدينية والمذهبية تتلاقى على هدف واحد في تعزيز التماسك والوحدة والإجماع على كلمة سواء في تحقيق المصلحة الوطنية وقال سموه وسط الظروف والفتن التي تمر بها المنطقة والتي تقف وراءها سياسات تستهدف تمزيق وحدة الشعوب فنحن ينتابنا الفخر حينما نرى المواطنين في القرى متحدين مع أخوانهم في المدن من أجل العمل على تحقيق كل ما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على أمن الوطن والسقرارة وكد سموه بأن الحكومة أمام هذا العطاء المنهمر من أبناء الشعب فهي حريصة على متابعة أداء الوزرات لضمان أن تقدم بل أن تقدم للمواطنين ما يتطلعون إليه من خدمات ومستوى معيشية لفت أن سموه إلى تبني العديد من المبادرات والسياسات التي تضمن بأن لا تقف أبدا قلة الموارد أو التحديات الاقتصادية عائقا أمام اتجاه الحكومة نحو مزيد من التنمية التي تعود بالخير والنفع على أبناء الوطن اشتركوا في القناة